اشتركوا في القناة لماذا؟ لأنه قد يرائي في صلاة لكن هذا يصلي إماما بالناس بن أجل مكافأ وعندما يتخرج من الجامعة السلامية قالوا والله الجامعة الإسلامية هذه جامعة فيها مكعوث بالله الله أنا تحملت هذا يعني حصل إن أعطيه كيف نعرف هذا يريد الدنيا أو يريد الآخرة الضابط ما هو؟ إن أعطي رضي وإن لم يعطى سفد وزعنا كتب وهذا الأخ ما حصلت قالوا والله هذا أولاً بضع وهو درس التوحيد والله ما يصلحي درس التوحيد وإن لم يعطى سفد مفهوم جامعة الإسلامية قالوا لهذا مفصول قالوا لأنكم كذب عيال كذب مثلاً ويكتب في الأنترني إن أعطيه راضي وإن لم يعطى سفد أعطيكم مثال أوضح من هذا بعض الناس أيام الاختبارات ما شاء الله في الصف الأول لا يسب ولا دخان ولا صور خليعة ولا شيء صح حتى تفرد النتيجة وبعدك خلاص صح عندما يخطب سعاد الشيخ معاني خطب سعاد وبدأ يزيد في الصلاة والتقوى والصدقات لا رب يسر حتى وافقت سعاد ثم ما تركش إن أعطيه وإن لم يعطى يريد الدنيا بعمل هو أخلص لكن كان الإخلاص من أجل الدنيا صحيح؟ كيف نعرف إن أعطيه راضي وإن لم يعطى أفطر من باب الرياء لماذا؟ لأنه قد يرأي في صلاة واحدة أما هذا عندما يصلب الناس من أجل المكافأة سكت كل الصلاوات من أجل الدنيا عينوا الأخ مؤذن وقالوا هذا الشهر وزاوت الأوقاف قالت ما تعطيك المكافأة قالوا والله ما أده إن أعطيه راضي وإن لم يعطى انتبه لا يكون غضبك ولضاك إلا لله من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قد إلا أن تنتهك حرماتنا طيب الله أعلم نكتفي بهذا المقدار أسأل الله سبحانه وتعالى مني ولكم التوفيق والسداد وأسأل الله سبحانه وتعالى مني حق حقا ورزقنا اتباع الباطل باطل رزقنا اجتنابه الله أعلم وصلى الله عليه ومحمد وعليه صحبه وسلم وإزاكم الله خيرا اشتركوا في القناة